أنا وإنت وده هنعرفه بعد كده أنه إحنا بنحاول نقدم ما يفيد فعلاً المواطن سؤال الأول قبل ما نبتدي الموضوع يسخد مننا مين هو محمود عبد السلام الإعلامي العبقر؟ شكرك على المقدمة دي وأتمنى أن أكون عند ظن حضرتك وعند حسن ظن المشاهد أيضاً أولاً بالغ التحية لك لأنك بقى لك تقريباً 48 ساعة بتحضر في الحلقة دي بالتنصيق معايا كمصدر وده قلم أن أحد الأعلاميين يقوم بيقوم على إعداد وتقديم برنامج ويعمل هذا المجهود المتواصل يعني أنت يمكن غاية نصف ساعة بنتكلم هنقول إيه وهكذا فأشكرك على المجهود دي شكراً صعب طبعاً أن واحد يعرف نفسه بس خلينا نقول ببساطة جديدة أنا إعلامي أن تأمي إلى مدرسة الإعلام المصرية الكبيرة اتحاد الإزاعة والتلفزيون ومسبيرو ولي الشرف أن أنا بدأت من سنة 88 فيه 35 سنة من العمل المتواصل في التلفزيون المصري بدأت كمخرج وانتهيت كرئيس قناة ومستشار بالهيئة الوطنية للإعلامي وما بينهما رحلة طويلة مع العمل التلفزيوني والعمل الإعلامي في شتى المجالات وفي شتى المناحي أنا عملت كمخرج وعملت كمعد واشتغلت خارج كمان مسبيرو وكمقدم برامج وكمراسل صحفي وكمان يعني عملت مجموعة من البرامج الوسائقية والتسجيلية وتوليت مناصب إدارية من سنة 98 مرورا في 2011 تمسكت الإدارة العامة للبرامج الثقافية في الفضائية المصرية وتوليت مسؤولية أكتر من بعثة تلفزيونية إلى خارج البلاد زي المغرب والجزائر ودول كتير وعمان وبحرين وهكذا يعني فبالتالي يعني أنا تقريبا مريت بكل اللي هو على مستوى الصوت والصورة يعني بكل أشكال الإعلام على مستوى الصوت والصورة يعني لكن في النهاية أنا لما بحب أعرف نفسي لأي حد بقوله المخرج لأن كلمة المخرج دي يعني كلمة كبيرة لأن المخرج دائما ده هو قائد العمل وهو صاحب الرؤية وهو زي ما بنقول كده هو اللي بياخد النص يبس فيه الروح عشان يصبح النص اللي هو الإعداد يعني أو السيناريو له روح يعني وله يعني جسد واستطيع من خلاله الحركة ومن خلال توصيل المعلومة وكذا فأنا اعتزازي في الأول وفي الآخر أن أنا طبعا مخرج والإخراج طبعا خلاني بقيت عدو في نقابة المهن السينمائية بشعبة الإخراج فيعني لما التحقت بالنقابة كنت سعيد جدا لأن يعني كنت بخش مثلا لاي أستاذ يوسف شهين على يميني وأستاذ عمر عبدالعزيز مثلا نحية تانا وأنا يعني بينهما فيعني لا دا قصة يوسف شهين لسا نحكيها ليها قصة تانية نحكيها كمان شوية فيعني أنا بعتز في أن أنا كمخرج يعني وحاليا أنا بمارس طبعا عملي في الهيئة الوطنية للإعلام كمستشار بالهيئة الوطنية للإعلام لشؤون القنوات الفضلية جميل جدا جميل جدا